معنا الآن من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية عميد أريد أرسلك عن موضوع هذا اللواء الجديد الذي تم تشكيله نعرف أن الجيش عادة يكون فيه ألوية ثابتة وواضحة تشكيل لواء جديد ماذا يعني عسكريا وعملياتيا يعني تجمع ناس من ألوية أخرى وتشكيل لواء له مهمات محددة من المقصود من هذه الخطوة عسكريا وأمنيا نعم يعني أولا يجب توضيح الصورة الكبرى إسرائيل دائما تقوم بتقييم عملياتها العسكرية واستقصاء الدروس وقد مثلا في العام 2015 بعد حرب غزة في العام 2014 عندما حصلت حرف غزة 2014 بالعام 2015 لاحظت أنها بحاجة إلى تجميع الوحدات الخاصة في لواء واحد سمي لواء الكوماندو وألحقت بفرقة من الفرق الإسرائيلية وذلك لتحسين الإداء وليس فقط للجمع إنما لخلق جو عسكري ورؤية عسكرية تنعكس على كافة القطع الباقية الموجودة في هذه الفرق أما بالنسبة للفرقة الذي يتحدثون عنها اليوم أو عفوا هو لواء بريقيد يعني بحجم لواء يعني عدة كتائب على ضوء الحرب التي حصلت في جنوب لبنان وليس في غزة هذه المرة ورماية حزب الله لألاف صواريخ أكانت موجهة أو غير موجهة على المنطقة واستقصاء لدروس الماضي أيضا قرروا إنشاء هذا اللواء الجبلي وإلحاقه بالفرقة الفرقة القيادة الموجودة على جبهة الجولان السورية وواضح أن إسرائيل تعتبر أن الجولان وجنوب لبنان أصبح منطقة عمليات واحدة هذا اللواء تحديدا متخصص بالحروب الجبلية وذلك يعني أرض ليست مدنية يعني ليس فيها مباني كثيفة كما هي الحال في غزة الرؤية فيها ليست بعيدة يعني في المناطق الجبلية لا يمكن تحديد أهداف أبعد من مئات الأمتار وليس كيلومترات يعني استعمال الدبابات يصبح أقل فعالية ثانيا رصد مشاة العدوب يعني مشاة الجماعات التي تواجه والتي هي مموهة وتحت الأرض وغيره إذن جمعت هذا اللواء تحديدا لمهمات القتال الجبلي ولكن أريد أن أشير أنه ليس اللواء الوحيد المتخصص بالقتال الجبلي في الجبهة الشمالية إسرائيل أعادت تنظيم الجبهة الشمالية بشكل جزري منذ بداية هذه الحرب يعني مثلا لواء القولاني الذي تعرض لخسائر كبيرة جدا في غزة يعني 72 قتيل أكثر من حرب أكتوبر وأكثر من كل الحروب وما الشغلته غزة يعني هو يجب أن يكون في المنطقة التي أساسا وجده لكي يكون متمركزا فيها ليتأخلم مع الأرض فيها ليتأخلم مع الأجواء فيها ومع الجيوش العربية التي تتوجهه في هذه المنطقة سحبها من غزة نعم والحقها بالفرقة 36 مفهوم في أكثر من لواء يتخصص في القتال الجبلي هناك لكن ما فهمتم من حضرتك هل نحن نتحدث يعني هو اسمه جيش الدفاع الإسرائيلي لكن هو مهمته هجومية كما شفنا في غزة يعني الآن الآن هذا اللواء بهذه الصفات التي حضرتك تحدثت عنها هل ممكن أن يكون مهمته التوغل لعدة كيلومترات داخل الحدود اللبنانية أم أنه مهمته فعلا منع التسلل ومهمة دفاعية حسب تركيبته وتسليحته هل نتوقع أنه في أهداف إسرائيلية داخل بعض المناطق الحدودية في لبنان يريد بدل من قصفها أن يذهب بشكل عملي على الأرض خلال عمليات كوماندوز ويقاتل هناك ويعود كيف ترى المهمة دفاعية أكثر ولا هجومية لهذا اللواء نعم يعني إذا رأينا كما قلت إذا رأينا إعادة التنظيم التي حصلت على الجبهة طول الجبهة بين إسرائيل ولبنان والجولان هذه المهمات هي ليست فقط دفاعية هي تحضير جدي جدا لعملية داخل لبنان يمكن أن تكون أن تتضمن هذه العملية الكبيرة عمليات تكتيكية توغل وحدات خاصة إلى داخل الأراضي اللبنانية تدمير جسور مثلا تدمير مركز اتصال لم يستطع الطيران تدميره أو نصب كمائن لعناصر يمكن أن تقاتل الجيش الإسرائيلي لأن إسرائيل تعرف تماما وقد نشرت ذلك منذ العام 2018 أن حزب الله يعد العدة لهذه الحرب منذ العام 2006 يعني يتحضر لتوغلات إسرائيلية وعمليات تقدم إسرائيلي سيستقبلها بالكمائن في عدة محاور سيستقبلها بتفخيخ البيوت وتدميرها على رؤوس من فيها إذا دخلوا إليها وغيره هم يعرفون ذلك والطيران لا يكفي لمنع حصول ذلك لذلك من الممكن جدا أن يكون هذا اللواء وغيره من القطع الخاصة من القوات الخاصة الإسرائيلية الموجودة ضمن الفرق على حدود لبنانية مهمتها هذه المهمة التي تفضلت حضرتك وذكرها طيب سؤال أخي ربما شوي أمني أكتر منه عسكري كما ذكرنا في التقرير السابق أنه بيروت ولبنان تحولت إلى مركز لتنسيق العمليات العسكرية للفصائل الموالية لإيران يعني من اليمن من العراق حتى حماس وغيرها يعني الاجتماعات تكون عادة في لبنان وشفنا أنه قدرة إسرائيل على الوصول إلى أهداف بعينها في لبنان قيادات من حزب الله حتى في العمق اللبناني واصطياد هذه الجماعات وفي قيادات من حماس يعني مهمة جدا تم قتلها واغتيالها في لبنان هل تعتق إلى أي درجة هذا يشكل تهديدا أمنيا على لبنان أنه هذه الفصائل كلها بدل ما تجتمع في طهران عم تجتمع في لبنان مثلا في بيروت نعم يعني إيران مع الأسف حولت لبنان إلى ممسحها يعني بكل ما معهو للكلمة من معنى يعني هذا الاجتماع لو حصل في طهران معناته أنه بصمات إيران الظاهرة أيضا يعني لا يستطيعون إخفاء بصماته مع كل ما يجري ولكن عندما يحصل الاجتماع في بيروت يتنصلون كالعادة ديبلوماسيا يعني يقولون لا علاقة لنا ويتكاذبون مع الغرب الذي يوفوضهم والذي يعني يريد أن يصدق ذلك وهو طبعا لا يصدق ولكن يريد أن يصدق ذلك يعني هذه تمثيليات ديبلوماسية مع الأسف يعني أنا لست ديبلوماسية وأكره هذه الأسليب التكاذبية التي دائما يقولون أن هدفها هو التهدئة وغيره يعني نستطيع أن نصل إلى التهدئة بصراحة أكثر أو القول أننا لا نريد التهدئة وغيره لكن ما يحصل في بيروت كما تفضلت وذكر هو خطر جدا على لبنان هو يلغي كليا أي مفهوم للسيادة اللبنانية ولا نسمع صوتا واحدا في لبنان أكانوا من الممانعين أو من المعارضين للممانعة والإيران ينتفضون لهذا الواقع تأخلموا معه وتعودوا عليه وأصبح الأمر وكأنه روتينيا وهذا أمر خطير جدا ربما يرتب ضربات إسرائيلية على لبنان في المستقبل أدخل نعم يبدو أنه مشروع وحدة الساحات لا يراعي استقلال السيادات على الأرض على كل أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو